قال قال المصنف وجاء ابو نعيم الأصبهاني فصنف لهم كتاب الحلية وذكر في حدود التصوف أشياء منكرة قبيحة ولم يستحي أن يذكر في الصوفية أبا بكر وعمر وعثمان وعليا وسادات الصحابة رضي الله عنهم فذكر عنهم فيه العجب وذكر منهم شريحنا القاضي والحسن البصري وسفيان الثوري وأحمد بن حنبل وكذلك إذن كلهم ما صوفية الآن الصوفية شيوخهم بيقول لك الصوفية منه سلفنا ولكن حسن البصري وفلان وفلان وابن الجوزة قال لك ده كله كذب ده ما صوفية ده أهل سنة وجماعة ومستحة قال لك ذكر وبكر الصديق عمر بن الخطاب وعثمان وعلي ذكرهم قال ده الأوائل الصوفية من الجوزة قال لك كله كلام باطل وكلام كذب طيب وكذلك ذكر السلمي في طبقات الصوفية اللواب وعبد الرحمن شنو؟ السلمي الكبيل ذكر الفضيل وإبراهيم بن أتهم ومعروفا الكرخي وجعلهم من الصوفية بأن أشار إلى أنهم من الزهات ابقى ده زات ما صوفية لا معروف الكرخي لا إبراهيم بن أتهم ولا الفضيل بن عياض ده الموصفية هم قالوا ده الصوفية عشان ينسيبوهم ليهم وانشان يجملو بيهم واشاهم القبيح اشتركوا في القناة